أرجع جماعة للمشاهدة الأولينية اللي اتصلت بينا اللي بتشتكي من سوق أخلاق زوجها وإنه هو عندي جارته يعني بياخنها مع جارته والزوجها كمان ما سيكتش راحت فضحته وقالت للدنيا بحالها فهو كمان حلف علىها بالطلاق هي تعمل ايه؟ أول حاجة أنا بنصحها تاخد زوجها ويروحه دار الإفتاء يعودوا مع أحد مشايخنا الكبار الإعظام ويشوفوا حل لهذه المشكلة فيما يتعلق بالأيمانات الثلاثة اللي حلفهم الزوج عليها لكن بنتكلم بشكل يرضى ربنا سبحانه وتعالى في هذه المسألة الست تعمل ايه لهم مجوزة يخنها وتصرف ازاي؟ طبعا الخيانة شيء مرفوض جدا وربنا حرم الخيانة والمفروض الزوج الزوجة يريد كل واحد يقول لي تاني يا أنا يبقى علاقتهم ببعض كده علاقة طيبة ترضى ربنا سبحانه وتعالى والزوج الخيان ده ربنا سبحانه وتعالى مش هيكرمه لا في الدنيا ولا في الآخرة فالمفروض الزوج لا يخون زوجته ولا الزوجة تخون زوجها والمفروض طبعا الزوجة إذا جوزها راح لوحدة تانية وشاف واحدة تانية لازم تسأل نفسها هو ليه الزوج هو ليه زوجي سابني وراح للست دي المفروض ان كل زوجة تحاول تحافظ على بيتها وتلم كده على بيتها حاجة تانية مهمة جدا ارتكبتها الزوجة لما راحت من لغت الدنيا بحالها ما عالجتش سكتة ما عالجتش الموضوع فضحت زوجها يا جماعة الرسول قال لنا في الحديث الصحيح من سطر مسلما سطره الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة ومن فضح مسلما لن يتركه الله سبحانه وتعالى ولو في قعر بيته فلازم احنا نسطر يعني كان لازم تجيب جزء الأول وتقول له انا شوفتك وانت داخل البيت يقول لها ظروف في كذا وفي كذا وفي كذا انا غلطت ومش هعمل كده تاني او يشرح لها الوضع بهذا الشكل والمفروض كمان الست اي زوجة اي ست في الدنيا متجوزة من واحد اي زوجة شايفانها دلوقت بتفكر في غير جزء يا جماعة مجرد تفكير الزوجة في غير زوجها خدوا بالكم دي جريمة فاعلها آثم شرع تفكيرها بس في غير زوجها بقالك براجل زي ده يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ليس منا من خبب امرأة على زوجيها ما ينفعش يعني خببا يعني افسد امرأة على زوجيها واصعب حاجة في الدنيا ان الانسان يزني بحليلة جار دليها اوزار يعني صعبة جدا عند ربنا سبحانه وتعالى لازم يا جماعة كده نرضى ربنا سبحانه وتعالى لازم يا جماعة نخاف ربنا سبحانه وتعالى كل زوجها شايفانا لازم تخاف ربنا وتتقى ربنا في جزء وبيتها وكل زوج شايفتنا لازم يتقى ربنا في ولاده وفي امراته ويطوب ويبد عن الخيانة الخيانة نهايتها وحشة قوي نهايتها جهنم نهايتها غضم ربنا سبحانه وتعالى البر لا يبلى الدنب لا ينسى الديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدينو تدان